بلاش 30 يونيو ليه؟ ام تعلموا من اليهود اليهود فضلوا من ايام عبد الناصر بيرسموا على موضوع سد النهضة بتاع اثيوبيا جم ينفزون النهاردة بعد حوالي 50 سنة رأد بشويش استنى هو فاضل 3 سنين استنى 3 سنين دول عشان تبقى الشرعية معاكم لكن هتتخانقوا من دلوقتي هيحصل خناقة جملة قوي 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 بدون داعي لان هما الصراحة مع هما الشرعية وانتم الصراحة لكم حق او احنا لنا حق في ان احنا بنقول لا كفاية بقى لو دخلنا في بعض هيحصل خناية هيحصل فيها دم كتير قوي لو استنىنا كده 30 دول هيخلاصوا هيخلاصوا ربنا يدينا ويديكم تطلعوه وساعتها يبقى لنا كلام تاني ده راي خدوه وحطوا حوالي دايرة كده لغاية ما تعرفوا الكلام ده معناه ايه بعدين بس